قبل ساعات من انطلاقه تواصلت الأزمات المحيطة بأولمبياد توكيو 2020 آخر فصول الأزمة تمثلت بقرار اللجنة المشرفة على الحدث العالمي المنتظر إقالة مخرج حفل افتتاح البطولة كينتارو كوباياشي لعل هذا الخبر يعتبر بالنسبة لكثيرين عاديا في مضمونه نظرا لأن كوباياشي ليس أول من أقيل أو استبعد من حفل الافتتاح لكن الأهمية الفعلية للحدث تكمن في سبب الإقالة مقطع فيديو لمشهد في مصرحية هزلية شارك فيها كوباياشي قبل أكثر من عقدين من الزمن يتطرق خلاله إلى المحرقة اليهودية أو ما عرف بالهولوكوست هو ما أدى اليوم إلى الإطاحة به فماذا في التوقيت؟ فجأة وقبل أيام من انطلاق الأولمبياد يظهر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كوباياشي مع ممثل آخر يؤديان عام 98 مشهدا يتطرقان خلاله إلى الهولوكوست بطريقة هزلية ثم يتبادلان النكاتة حيال مدى غضب منتج تلفزيوني من اقتراح نشاط مرتبط بالمحرقة سريعا انتشر المقطع المصور حتى تناولته وسائل إعلام محلية وعالمية خرجت بعدها رئيسة اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية خلال مؤتمر صحافي لتعلن عفاء كوباياشي من منصبه بعدما اعتبرته سخرية من حقيقة مأساوية تاريخية تدارك كوباياشي الانتقادات ببيان اعتذار عن مضمون المقطع المصور قائلا ان بعض سطور المصرحية الهزلية التي كتبها غير لائق على الاطلاق مشيرا الى انه كان يحاول جذب انتباه الناس بطريقة سطحية وتأتي اقالة الممثل الكوميدي البارز وشخصية المصرحية المعروفة في اليابان كينتارو كوباياشي بعد سلسلة فضائح طالت عددا من الشخصيات المشاركة في تنظيم حفل افتتاح الأولمبياد تم على اثرها استبعادهم من الحفل